في موضوع آخر تسعى أوكرانيا مع حلول العام 2020 إلى دخول قائمة أفضل ثلاثين دولة حول العالم من حيث سهولة ممارسة الأنشطة الاستثمارية والتجارية تحتل أوكرانيا حالياً للمرتبة الثمانين في قائمة التصنيف العالمي ووفقاً لنائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة مكسيم نيفيدوف فإن أوكرانيا تخطط خلال العام المقبل للدخول في قائمة أفضل خمسين بلداً في هذا المجال يجب أن نصل إلى المرحلة التي تكون فيها الأموال التي نجمعها من دافعي الضرائب تستخدم بأكبر قدر من الكفاءة والشفافية والمساءلة هذه مساعدة كبيرة لزملائنا المسؤولين عن الإصلاح الضريبي رجل الأعمال سيدفع الضرائب عندما يعلم أن هذه الأموال لن تذهب إلى جيب المسؤولين الحكوميين بل ستعمل على تنمية البلاد وازدهارها هذا واحد من العناصر التي من شأنها أن تؤدي بنا إلى قفزة اقتصادية وتسهل سير العمل